ولأن الاستقرار وحقوق المواطنة يفرضها التطبيق الدقيق للقانون اعتبر عضو مجلس النواب محمد البلداوي تعدي وتهجم أطراف العملية السياسية على المحكمة الاتحادية وقراراتها الأخيرة بأنها ستدفع إلى مستنقع خطير جدا ويقود العراق إلى الفوضى والدمار وقال أن القضاء هو السد القوي والمنع الذي يحمل وطن والعملية السياسية من الطوفان محذرا من تمادي بعض الأطراف السياسية على تخريب هذا السد الذي سيدفع الجميع للغرق في مستنقع خطر ويقود البلاد إلى الفوضى والدمار وكانت جمعية القضاء العراقي قد أكدت في وقت سابق أنه ليس من مصلحة البلاد وخصوصا في هذا الظرف حصول خلاف بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية داعية إلى إبعاد القضاء عن الصراعات السياسية